سلطة غير الجامعية العمومية قانون الرياضة معمول عشان يعظم دور الجامعية العمومية عشان يرسخ مبدأ الديمقراطية في التصويت وفي الاختيار وفي وضع لوائحه هو ده اللي بتطالب بيه اللجنة الوينباية الدولية وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه عشان يصدر قانون الرياضة بان اكتر من 30 سنة 35 سنة بنطالب بقانون الرياضة علشان يرسخ دور الجامعيات العمومية ويرسخ دور الممارسات الديمقراطية لعضاء النادي احنا لما بدأ لما صدر القانون صدر القانون ملزم بحاجات محددة ووضحة وصريحة صحيح زي ما قلت برضو زي ما بقول احنا لنا تحفظات على القانون انما احنا ممشين مع القانون لان احنا في مرحلة انتقالية في البلد كلها ومش عايزين نقف في سكة الانطلاقة الرياضية والانطلاقة الاجتماعية لمصر من خلال انديتها فاحنا موافقين على القانون مش عايز اقول راضينا عن القانون احنا موافقين على القانون ولا نخالف القانون بأي صورة من الصور احنا مش عاملين اللايحة دي عشان نخالف بيها قانون احنا موقفنا القانوني وأنا عايز أطمن أعضاء الجمعية العمومية إن إحنا موقفنا القانوني سليم 100% إحنا كل ما نطالب به هو إن إحنا نضع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي من خلال الجمعية العمومية اللي هو إحنا إحنا سواء أعضاء أو أعضاء مجلس إدارة أو أعضاء جمعية العمومية أين كان إحنا اللي بنحط لائحيتنا وإحنا اللي بنحط نظامنا الخاص بقالنا شهر بنتعرض لهجوم شديد جدا لا مبررة له الليحة دي طلع عشان تقصي ناس الليحة دي طلع عشان تبطي الانتخابات الليحة دي طلع غير قانونية كل هذا الكلام لا أساسة له من الصحة إحنا بنحط ليحة شفافة قدام الناس كلها عرضناها عليكم عشان تقولوا رأيكم فيها إحنا النادي الوحيد تقريبا أو أحد بيمكن ناديين أو تلاتة في مصر اللي وزعوا الليحة دي على أعضاءها وأعضاء الجمعية العمومية بقية الاندية ما حدش فيهم شاف لوائح فالأنا عايزة أقوله أن احنا بنشتغل بمنتاج شفافية رقم واحد لا نخصي أحدا من أبناء النادي الأهلي عن حق من حقوقه رقم اتنين الموقف القانوني لهذه الليحة سليم مية في المية لا يتعارض مع قانون ولا يتعارض مع أي حاجة نحن بيحاولوا يصدروا دلوقتي في الإعلام أنه النادي الأهلي ضد الدولة ودي حاجة طبعا مضحكة يعني الحقيقة ابتدى يحصل كلام أنه إحنا بنتعنت إحنا لا نتعنت إحنا كل اللي طلبناه كل هذا الموضوع علشان نعمل التصويت على هذه اللائحة في يومين في مقرين أو مقر الجزيرة أو مقر مدينة نصر ده مطلب عادل جدا إحنا في شهر أغسطس في شهر الأجازات كلها الناس كلها في أجازات صعب جدا إن إحنا نجيب 12500 عضو في يوم واحد في مقر واحد في هذا التوقيت وهذا التاريخ أغسطس والمصايف والأجازات وبعدها أجازة العيد محطوط هذا الشرط شرط تعجيزي الشرط التعاودي بقى بقولها بمنتهى الوضوح والصراحة الشروط التعجزية التي وضعت من اللجنة الأولمبية عشان خاطر مفيش نادي يقدر يحط لايحته ونلتزم باللايحة الاسترشادية وهي دي الخطورة إن إحنا نلتزم بهذه اللايحة الاسترشادية اللي لنا عليها مش تحفظات لنا عليها اعتراضات شديدة جدا وكتيرة جدا ولائحة لا تصلح للنادي الأهلي أتمنى أن معظمنا نكون قرينا اللايحة وشوفنا إيه هي نقاط الخلاف وإحنا وزعنا فلاير فيه إيه الحاجات اللي إحنا متحفظين فيها على اللايحة الاسترشادية وإيه الحاجات اللي حطناها في اللايحة بتاعتنا كلها مطالب عادلة جدا كلها مطالب ما فيهاش أي تعنت ما فيهاش أي إخصاء ما فيهاش أي ابطال للانتخابات ما فيهاش أي تصادم لا مع الدولة ولا مع اللجنة الأولمبية إحنا عايزين نعمل حاجة محترمة طاليخ بالنادي الأهلي كوني بيسر على السادة أعضاء الجمعية العالمية والسادة أعضاء النادي إنه اللي ساكن في المنطقة دي يجي يودلي برأيه هنا واللي ساكن في النحية التانية يودلي برأيه هناك أنا مش شايف إنه ده فيه أي حاجة تسيء لأي حد ولا تضر بمصلحة أي حد بالعكس إحنا إدارتنا التنفيذية اللي هتتعب عشان تنفذ هذا الكلام عشان تقدر تيسر لكل عضاء الجمعية العمومية بكل الوسائل الممكنة وسائل الراحة إنه ييجي ويخش ويدي صوته أو يقول رأيه ويمشي على طول هو ده كل طلبنا ما طلبناش أي حاجة زيادة ما عندناش أي حاجة بنخالف فيها القانون ما عندناش أي حاجة بنخالف فيها الدولة إحنا مع الدولة النادي الأهل هو أساسي من الدولة نحن مع الدولة عايزين نحط لايحتنا لا نقبل إنه حد تاني يحط لنا لايحتنا إحنا لايحتنا فيها حاجات كتير قوي وأنا هتكلم على اللايحة نفسها دلوقتي بسرعة برضو عشان نفتح المجل الأسئلة أنا هتكلم عن اللايحة إنما إحنا بنحاول نسهل على أعضاءنا إنه الناس تيجي عشر دقايق ربع ساعة نص ساعة بكتير وتبقى قدت صوتها وروحت اللي عايز روح يروح اللي عايز يقعد يستمتع بالنادي يستمتع بالنادي سواء هنا أو في مدينة نصر كل هذا كلام موضوع بيحط عب على كاهل الإدارة التنفيذية في النادي عشان توفر سبل الراحة لجميع الأعضاء العضو الجزيرة اللي ساكن في مدينة نصر يروح يدي صوته في مدينة نصر عضو مدينة نصر اللي ساكن في الجزيرة يروح ييجي يدي صوته هنا بسهل الأمور عشان نضمن الشرط التعسفي بتاع الـ 12500 عضو ييجوا ويحضروا بحاول يسر لأعضاء الجمعية العمومية إن احنا نيجي بحشد قوي جدا يوري الناس كلها قد إيه أعضاء النادي الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية مهتمين بأمور النادي الأهلي ومهتمين بلاقاحته ومهتمين إن هم يحطوا النظام لولادهم والأحفادهم بعد كده هنكمل إزاي المشوار أهم ما في هذه اللقيحة يعني اللوايح كلها فيها دباجات كتير جدا وفيها أنا بس عايزة نوه عن حاجة قبل ما ابتدي في اللايحة إنه حصل خطأ مطبعي في اللايحة المادة 25 اللي مكتوب فيها إنه اللي يفوز بالانتخابات صاحب الأغلبية المطلقة الأغلبية المطلقة تعني 50% زائد واحد من الأصوات هو ده مصصحيح اللي بيفوز بالانتخابات الحاصل على أعلى الأصوات وهو مكتوب بوضوح في المادة 27 إنما حصل خطأ مطبعي في المادة 25 اتحطت الأغلبية المطلقة بدل أعلى الأصوات فإحنا هنعلق هذا التصحيح يعني اللي هيصوت على اللايحة هيصوت على أعلى الأصوات وليس الأغلبية المطلقة الكلام ده هيتعلق في النادي في جميع فروحه وهينشر به في الجرايد عشان تبقى اللايحة سليمة خانونا وما يبقاش فيه أي خلق في هذا الموضوع اللايحة دي لو وفقنا عليها هيبقى اللايحة الاسترشادية كأن لم تكن لو ما وفقناش عليها أو إذا لم يكتمل النصاب القانوني هتبقى اللايحة الاسترشادية ملزمة ومعنى أن اللايحة الاسترشادية ملزمة دي فيها حاجات كتير جدا نحن لا نقبلها هيبقى فيها مشكلة شديدة جدا وسألنا هذا السؤال وما تردش علينا فيه أنه من حق اللجنة الأولمبية أنها تغير في هذه اللايحة في إحدى مواد اللايحة الاسترشادية من حقها أنها تغير أي بند من بنود اللايحة وده طبعا معناه أنه إحنا اللايحة دي هتفضل معانا مدى الحياة لأن أولا مش هنقدر نعمل جمعية بـ 12500 واحد عشان يغيروا اللايحة ثانيا من حق اللجنة الأولمبية بقى مش الجامعية العمية من حق اللجنة الأولمبية بعضاء مجلس إدارتها أن هم يغيروا أي بند من بنودها زي ما هم عايزين فده طبعا غير مخبول بالنسبة للنادي الأهل ولن يكون مخبولا أبدا إحنا النهاردة مجلس الإدارة بيقاتل من أجل إقرار لائحة طاليخ بالنادي الأهلي ومش بس طاليخ بالنادي الأهلي إنه كل لائحة ممكن تتغير إنما من أجل إن إحنا في رأينا إنه من أهم الحاجات اللي إحنا بنتحها في هذه اللائحة إنه 4000 عضو يقدروا يغيروا أي بند في هذه اللائحة إنه جمعية العمية غير العادية تنعاقد بـ 4000 عضو اللائحة الاسترشادية كلها حاجات الحقيقة مليئة بالعوار القانوني ومليئة بالعوار اللي لا يتناسب إطلاقا مع النادي الأهلي وإنه يقدر يوقف عضو مجلس اللجنة الأولمبية توقف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللجنة الأولمبية ممكن تحل مجلس إدارة النادي الأهلي في أي يوم من الأيام كل هذا الكلام لا يصح ولا يليخ بالنادي الأهلي كنا عايزين نبقى لينا لائحتنا وكنا النادي الوحيد أو واحد من الأندية اللي عايزة تعمل كده هذا لا يعبنا بالعكس ده سيسجل لنا كلنا إنه إحنا نرفض أن تملى علينا لائحة لا تتناسب مع قدر وقيمة النادي الأهلي وبنحط لائحة مرنة جدا فيها كل ما يمكن وضعه وفيها كل ما يمكن للجمعية العمومية تغيره مستقبلا ب4000 عضو ومش بـ 12500 عضو 12500 عضو أنا عارف المدى المعاناة اللي بيعنيها العضو عشان يجي يحضر جمعية عمية وبيبقى مهتم بس ساعة الانتخابات وأنا هدي مثال برضو بنديه دايما إحنا الجمعية العمومية اللي فاتت إحنا كنا بنعرض على أعضاء الجمعية العمومية ميزانية بمليار جنيه وكنا بنعرض عليهم أرض التجمع الخامس الجديدة هندفع فيها 55 مليون جنيه أو 58 مليون جنيه والناس يعني مشكورين قدوا الصخة لمجلس الإدارة وما حضروش كنا نتمنى يحضروا وينقشونا في هذا الكلام وينقشونا يعرفوا احنا جبنا الفلوس دي ازاي قربنا بالميزانية المليار جنيه ازاي هندفع الفلوس بتاعت التجمع الخامس دي ازاي وليه هنعمل ايه في التجمع الخامس كان نفسنا نتناخش ونتحاور واحنا عصرينا كمجلس إدارة ان احنا نقعد بعد الجمعية العمومية التي لم تكتمل لان اللي دخل الجمعية العمومية 800 عضو 800 عضو في شهر مارس في جو حلو في وقت ما فيهوش تعارض ولا أعياد ولا كلام من ده فما بالك بخمسة عشرين أغسطس في عز الحر في عز المصايف في عز الأجازات مطلوب مننا نجيب اتناشر ألف وخمسمائة انا وصخ ان العضوات الجمعية العمومية في النادي الأهلي هيجوا هيجوا بأتناشر ألف وخمسمائة وهو هيجوا بأعشرين ألف ان شاء الله وهو ده اللي احنا بنطلبه هو ده اللي احنا بنطلبه ان احنا نوري ان النادي الأهلي هو النادي الأهلي حقيقة قدرا وخيمة ما هي الشعارات احنا بنقولها عن النادي الأهلي لا احنا الجمعية العمومية النادي الأهلي ودايما ده اللي بنقول عليه رهن على الجمعية العمومية صحيح الجمعية العمومية دي 150 ألف عضو و150 ألف عضوية انما من أزكى الجمعيات الجماعية مش الفردية من أزكى الجمعيات الجماعية ومن بيعرفوا يختاروا إزاي وبيعرفوا ييجوا إزاي وبيعرفوا يقوموا إزاي وبيعرفوا يطلبوا بحقوقهم إزاي دون الإقلال إطلاقا من قيمة النادي الأهلي ولا خضر النادي الأهلي اللي بنطلبه هو حجد كل ما يمكن حجده عشان نقدر وأنا في نهاية هذه النادي وبعد التساؤلات أنا هسأل وأستشير الجمعية العمومية في نقطة لأنها قد تكون مصار جدل في اليومين اللي حصلين دول إنما أنا عايز أتكلم إنه هذه اللائحة ما فيهاش أي عوار قانوني هذه اللائحة قانونا بأن شهر وأكتر من شهر بنقعد مع فقهاء قانونيين كتير قوي وخبراء لوائح كتير جدا لحد ما قدرنا نطلع بهذه اللائحة بنتمنى الحضور بنتمنى التواجد إحنا عاملين اللي علينا فيه إن إحنا نسهل وإنيسر الأمور على عضو الجمعية العمومية وعضو النادي إنه ييجي ويلاقي الدنيا سهلة ما يلاقيش الدنيا صعبة إحنا الجمعية دي هتبقى تحت إشراف قضائي من مستشارين من من حيئة نيابة الإدارية أجلاء نحترمهم فهتبقى جمعية عمومية خاصة قانونية مليون في المية ما عندناش أي معوقات طعوخنا على إن إحنا نعملها كده فأنا بطلب منكم إن إنتوا تقروا اللايحة كويس وإذا كان أو اللي أرى اللايحة وعايز يسأل فيها أي حاجة أنا تحت أمره إحنا كل اللي عاملينه في هذه اللايحة إن إحنا بند مرونة وحرية حركة للجمعيات العمومية ولمجالس إدارات النادي الأهلي إن هي تاخد قراراتها المصيرية بإيدها ولا يفرض عليها ولا يملى عليها لوائح من بره لوائح من بره حطيتها ناس لا نعلم من هم أنا شخصيا يعني اللي حطي لي اللايحة النادي الأهلي لهو عضو مجلس إدارة لجنة أولمبية ولهو عضو مجلس إدارة اتحاد ما احترمنا لهم كلهم نحن لسنا في خلاف معه لا اللجنة الأولمبية ولا وزارة الشباب والرياضة ولا الدولة إحنا جزء كيان رئيسي في هذه الدولة النادي الأهلي هو اللي بيحرك دايما الأمور إن هي تمشي في الطريق الصح النادي الأهلي لازم يفضل كده طول عمره وهو ده اللي بنحاول نعمل فاللي أنا عايز أقوله إن اللايحة دي لايحة مرنة جدا أي مجلس إدارة ييجي بعد كده بجمعيته العمومية يقدر يغير ما لا يناسبه مستقبلا لأنه فيه هيجي وقت إحنا بنحاول نبص الأدام فيه وقت هيجي هيبع عضاء النادي الأهلي نصف مليون عضوية النصف مليون عضوية دول لا يمكن هيجوا في يوم واحد ينتخبوا فلابد أن يتغير نظام الانتخابات جهو النادي مش ممكن هيجي نصف مليون أو أي 50 ألف و 11% من الجمعية العمومية ينتخبوا في مقر الجزيلة اللي هو 14 فدان كله على بعضه ولا 18 فدان فيعني إحنا بنساهل الأمور بنسيب أمور كتير مفتوحة للجمعيات العمومية القادمة ولمجالس الإدارات القادمة إن هي تقدر يبع عندها حرية حركة إن هي تغير بند تشيل بند تجيب بند بشريطة موافقة 4000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية يعني لازم الجمعية العمومية هي اللي توافع على هذا الكلام فإحنا بنعمل كل الكلام ده تيسيرا على الجمعية العمومية اللي ليه أي تحفظات فيه الليحة وعايز يناقشها من ناقشها دلوقتي اللي له أي تساؤلات عايز يسأل فيها تحت أمره اللي أنا عايز أؤكده إن إحنا كمجلس إدارة لن نتخازل عن حقوق جمعية العمومية للنادي الأهلي ده قولا واحدا ومش هنتراجع عن مواقف إحنا بناخدها لصالح الجمعية العمومية إنما طالما لا تتضرب مع قانون ولا تخل بقانون ولا تخل بنظام الدولة إحنا بنطلب مطالب عادلة جدا مطلبنا الوحيد إن هو يبقى على يومين في مقر الجزيرة ومقر مدينة نصر وهو أمر يمكن تنفيذه بمنتهى السهولة ولا نتعنت في ذلك إحنا بنطلب تيسير على أعضاء جمعية العمومية فأرجو إذا كان أي حد لي تساؤل أو أي حد له الميكروفون يا دكتور ياسر حاضر قبل بس ما نبدأ الأسئلة أستاذن حضراتكم سكنت أوجه الشكر لرئيس وأعضاء مجلس دارة النادي الأهلي مرة على هذا التوضيح وهذا التأكيد وهذه اللقاءات فمن المؤكد أنني سأشكر ألف مرة أعضاء مجلس أعضاء النادي الأهلي هم القوة الحقيقية لأي مجلس إدارة هم السند الحقيقي هم النادي الأهلي هم اللي يقدروا يقولوا نعم وهم اللي يقدروا يقولوا لا وهم اللي يغيروا مصار وبيكتبوا تاريخ الرياضة المصرية أستاذن حضراتكم هنبدأ بكلمة للواء محمد علي بلال فليتفض بسم الله الرحمن الرحيم أنا أنا بقدي التحية إحنا قلنا اللي بنقدي لك التحية يا سيد الله فأنا بالعفو فأنا لمجلس إدارة النادي الأهلي أولا لأنه احترم جماهيره احترم أعضاؤه فهو النادي الوحيد الذي قدر أعضاؤه لأنه محترم وأعضاء محترمين هو فعلا النادي الوحيد لا يوجد نادي أو اتنين هو الذي وزع مشروع لائحة النظام الأساسي ليه لا يوجد نادي لوزع أو حمل مشروع لائحة داخلية الأندية التي قامت بعقد اجتماعاتها لم توزع مشروع لائحة وبأولهاش من فراغ أنا واحد من أعضاء نادي الشمس وكنت في مجلس إدارته وكنت في مجلس إدارته سواء كان عضواً أو لا بريس مجزارة لثلاث دورات كان النهاردة الجامعية العمومية الخاصة لنادي الشمس لم توزع اللائحة فاللي داخل عشان يقول آه أو لا على إيه معنى ذلك هذا وأنا بقولها معلش أنا يعني متغاز منها شوية إن عدم احترام لمجلس إدارة نادي الشمس لأعضاءه إن داخل ماش عاري بقول آه أو لا إزاي كأنه جمهور ليس له أي حاجة ودي تعود لمين للجنة الأولمبية اللي كان مفروض إنها بدل ما بتناقش مجلس إدارة نادي الشمس في يوم ولا اتنين ولا مقر ولا مقرين كانت تبعد في الجواب بتاعها اللي هي بعتاه للأندية علشان تقول إن تعلق اللائحة قبل الاجتماع ما قالشش بخمس يعفل منتخابات بقوله خمسشهر يوم أو شهر تعلق قبل الاجتماع لم تحدد ساعة ساعتين يوم يومين شهر خمسشهر يوم معنا ذلك وعشان كده الأندية بما فيها الأندية اللي قاله اتنين واربعين نادي صدقت واجتمعت لم يحدث أن وزعت لائحة فدي أنا عايز بس ابتدي بيها بالشكر لبجرس إدارة على أساس وزعت علينا اللائحة شكرا كفا نقطة اللي أنا عايز نقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها كعضب بقول لها نقاط في اللائحة فضل نقطة الأولى أنا لاحظت بأن اللائحة لم تذكر اختصاصات الجمية العمومية العادية لم تذكر في اللائحة هي نفس الاختصاصات اللي موجودة سادت اللي هو قبل كده اللي هي مناقشة الميزانية آآ آآ ما نعارف ما نعارف هالاختصاصات قبل كده بس إنك لائحة بقى خلاص هو ده الدستور بتاعنا يعني أرجو إن هي توضاف يعني درجات نية فيها النقطة التانية هي مراقب الحسابات وأرجو لو كان في حد مراقب الحسابات ما يزعلش مني لما هتكلم في هذه العملية القانون في المادة 17 القانون وليس اللائحة القانون في المادة 17 قال بإن الجمعية العمومية العادية اختصاطها في الفقرة 4 انتخاب مجلس الإدارة في الفقرة 5 تعيين مراقب الحسابات إذن ما قالش هنا انتخاب مراقب الحسابات قال تعيين مراقب الحسابات في المادة 24 من القانون قال الآتي وجب على مجلس الإدارة عرض المجلس المركز المالي والحسابات الختمية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم إلى نهاية العملية إذن هنا مجلس نارة بيعرض على أحد المحاسبين أجي بقى في اللائحة إحنا قلنا سبت الله إن إحنا لنا تحفظات شديدة جدا على قانون بس مش هنتكلم فيها لأنه قانون خلاص مش هنقدر نكلم في دلوقتي مظبور ما نعايز أخذ منها أخش على اللائحة المادة 66 بتقول يعرض مجلس الإدارة الميزانية السنوية التي يخذها مجلس نارة بالتعاون مع مراقب الحسابات نجي المادة 69 يكون للنادي مراقب حسابات ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزولة مينة المحاسبة والمراجعة تنتخبه الجمعية العمومية للنادي وتحدد أتعابه هنا لم يكن عملية الانتخاب مراقب الحسابات مسكورة من بداية لا بداية اللايحة تاعت النادي غير مسكورة أجي في المادة اللي هي 72 أو 73 اللي بتقول الآدي لا يجوز لمراقب الحسابات أن يفشي لأعضاء النادي أو لغيرهم أسرار النادي التي علمها بمناسبة قيامه بأعمال وظيفته وإلا وجب عزله كيف يتم عزل مراقب حسابات تم انتخابه لا يجوز لو تم انتخابه من الجمعية العمومية فأعتقد أنه لا يجوز عزله إلا بموافقة الجمعية العمومية مضبوطة هذه مش موجودة في العمالية هو النحل الدباجة القانونية اللي عملها الفقهاء القانونيين ست اللواء إحنا ما كانش لدينا داخل إنما هم أكيد هيبقى ليهم تفسير في هذه الحاجة سواء أنا بقولها كملحوظة كده بتعطي وبالنسبة لحتة أو الجزئية الخاصة بمرائب الحسابات هو النادي المفروض إنه هو فيه مدير مالي خاص المدير المالي ده اختصاصاته هو إعداد الميزانية العمومية للنادي الأهلي أما مرائب الحسابات فهو بيتم تعيينه خارجيا بناء على قرار من الجمعية العمومية وبيتم تحديد فيها أتعابه زي ما حصل بالنحية المكتب الاستشاري بتاع حازم حسن الده المقصود بيه كخارجي أما بالنسبة لجزء الأسرار منين فيه أسراره منين أنا أصلا بأعرض الميزانية العمومية في جمعية العمومية فهو المقصود فيه فرق بين الخارجي اللي بيتم تعيينه بقرار من الجمعية العمومية ويتم تحديد أتعابه وليه الحق في اعتماد الميزانية العمومية للنادي واللي هي بتعرض أصلا على جهاز المركز المحاسبات بعد كده بخلاف مدير عام أو مدير المالي بالنسبة للنادي الآن الجزئية اللي أنا بخاطف فيها سيادتك اللي هي الخاصة باللهو الخافي عفوا في اللفظ اللي أنا بلحظه من وسائل الإعلام أو الجرائد أو أو وآخرها النهاردة وأحد السادة كتاب بجريدة صحفية من الجرائد الحكومية كاتب على تحديدا صاحب الفضل في الدوري والكاس الكابتن الفاضل المدير الفني الخاص بالنادي وطبعا ناعد ينقضه نقد شديد جدا في البطولة الأخيرة الكاس مصر ويمكن نفسي رد عليه إذا كان هذا النقد اللي انت بتقوله طب كيف حصل النادي الأهلي على الدوري والكاس في موسم موضوع أستاذي حضراتكم أستاذي عناد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لديه توضيح وبعدين حضرتك حضر أنا مسأل مسأل وأشرف وجودكم أنا كنتم تعاوز أرد على سيد اللهو بلال فيما يخص اختصاصات الجمعية المهمية زي ما حضرك عارف اختصاصات الجمعية المهمية بتسير ببنود اللائحة يعني حضرتك هتلاقي في كل بند بيقولك بعد موافقة الجمعية العمومية هي كنسميها بتفرد نفسها على بعض الأمور الملزمة على مجلس الأدارة إنه لازم ياخد موافقة الجمعية المهمية اللي إحنا ما كناش عاوزين نتحمل نزوليتها تعرض على الجمعية العمومية فهو ده أمور في بنود اللائحة بتتزمنا في بعض البنود بفرد إن إحنا نعرض على الجمعية أما فيما يخص المقار هو منصوص عليها في أماكن في البند الخاص بمقار الجنزيرة ومدينة ناص إنه ده يجونس للمجلس الأدارة إنه هو يحد فين تنعطب الجمعية أنا بس أحبه التوضع لشان أصل أسانت الله الأستاذ عماد وحيد بعد اللائحة دي معادوك تراف القانون دلوقتي فهو يعني لأنه عاش فيها 24 ساعة في اليوم لمدة الشهر اللي فات فهو حافظ حاجات كتير أنا مش عارفة الحقيقة بسم الله على الرحمن الرحيم أسانت الماندس محمود طاهر أتحدث في المسألة باعتبار أحد العاملين في القانون كل ما قيل حتى الآن صحيح وأوافق عليه ولكن السؤال الذي يشغل بالي والذي أتصور أنه عليكم أن تطمئنوا الندي أهلي كله ومش الجمعية العمومية عن مسألة أساسية وهي واحد ما نتيجة الصدام الذي سيحدث ماء في الماء بينه بينه انعقاد الجمعية العمومية على يومين وبين ما تصر عليه اللجنة الأولمبيجة وما يتداوله الصحب والتليفزيون واللي بيدعوا أنهم متخصصين واللي يقولوا الكلام ده كله حيتلعي واللي يقولوا اللجنة ما سيصفر عنه سيعتبر باطله وهذه التهديدات كلها هل إحنا عملنا حسابنا لو أن اللجنة الأولمبيجة لم تعتمد الجمعية العمومية دون سند قانوني ولا بسند قانوني حاولي حضراتكم حاولي حضراتكم هذه واحد اتنين لو أن الجهة الإدارية أيضا أصرت على موقف حنيجأ لمين المشكلة في قانون الجديد أنه حرم القضاء المصري من التعرض بهذه المسألة وهي أيضا مسألة يشوبها الخيانة ويشوبها الاعتداء على القضاء المصري النهاردة حيودون لجنة الله أعلم بها وقالوا أن هذه اللجنة هي اللي حتقرر صحيح مش كده صحيح فماذا سيكون موقف الملايين أعضاء النهي الأهل ومشجعيه ومحبيه هل أنت سعدتك حتتحمل أمام هذه الجمعيات العمومية كلها نتيجة هذا الصلام أنت تتحمله من اليوم وخاصة أنا أعود أسأل السؤال محدد نص المادة الرابعة اللي الإعلام أطعك عليه أطعك على ما قلته وحب يوقع بينك وبين الدولة من أكبر رئيس من رئيس الجمهورية لقيد أعضاء مجلس النوار إيه 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 محبوط طاهر بيطعم في زمة الأعضاء إلى آخر ما سمعناه إلى آخر ما سمعناه إلى آخر ما سمعناه هل المادة أربعة؟ صراحة أنا لم أقرأها ولكن هل المادة أربعة؟ تعطي اللجنة الأولى أولاً هذا القانون أصبح على رقابنا جميعاً يمكن فيه منع واضح تمام زي حضرتك ما نتقول إحنا مضطرين أن ننفذه ولكن لا نوقع عليه تمام هل المادة أربعة صريحة في أمرين رئيسيين الأول هل هي طوط اللجنة الأولمبية الحق في تحديد واحد عدد الأعضاء الجمعية ماذا؟ اتنين مكان للنقاط تلاتة أيام للنقاط طب اسمح لي نقرأ المادة أربعة كدنا مع بعض وستطيع تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة إسرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع النظمها الأساسية وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها لذلك هي قالت 12 ألف ونص بالضبط وإحنا خلاص مش قادرين نعتارد لأنه ده خانون وللموافقة على تلك النظم في الحالات المختلفة وللموافقة على تلك النظم في الحالات المختلفة اللي هو معنى العضويته النادي اللي فيه أكتر من 150 ألف ومئة ألف وكلام ده فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اجتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعيات الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرام إذن قولا واحدا اللجنة الأولمبية لا تملك تحديد المكان ولا الزمان ولا تملك وموقف محمود طاهر ومجلس الإدارة سليم ماء في الماء ونحن كلنا وراءك الحمد لله رحمة الله أشكرك أشكرك المادة دي حاليا بيتم بتدولها على سوشيال ميديا مش بمعناها الحقيقي مع أحترام الشديد أولا نحن ما نردش على وسائل تصلي اجتماعي لو رديت على هذا الكلام النادي الأهلي يتباع وما يتبعش ما الكلام ده تقالى قبل كده كتير وتقال في الانتخابات اللي فاتت أبهين مجلس الإدارة وبهين أعضاء الجمعية العمومية لأنه حتى أنا لو عايز أبيع النادي مش هادر أبيعوا دون موافقة الجمعية العمومية لو الجمعية العمومية وافقت أنها تبيع النادي مش هادر أقولها لا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وأبارك على سيدي المرسلين عليه الصلاة والسلام لن أتحدث عن لائحة استرشادية ولكني سأتحدث عن لائحة قلبية فمنذ أن وطأت قدماك أرض النادي والبطولات تترى وتأتي من كل الفرق نادين في هذا العام قد حقق ما لم يحققه أي ناد في العالم الحمد لله وأنا شاكر لسيادة جداً بس خلينا نتكلم في اللائحة أيها حبيبي ورجحت نجاحاً باهرة فبالنسبة لللائحة التي سنعطاها كلنا مؤمنون وسنضي عليها ونعم معصوب الأعين سيقة فيه وحباً لك وحباً في الأهل وعاش الأهلي وعاش كل من يقول أهلي الحمد لله ونحن وراك لو خطت بنا النيل لأخضناه معك شكراً جزيلاً الله يخلينا بسم الله الرحمن الرحيم هو كان ليه ثلاث نقاط بس هتكلم فيها ورشوانس أتفاضر فاني مش الثلاثة يخذواك ما تلاش النقطة الواقع الأولى هي إذا كان اللجنة الأولينبية قدت نفسها الحق في أنها تحط الليحة الاسترشدية فهل هيعطى لا ده قانون اللي أعطى هذا الحق فهل هيبقى من حق أعضاء مجلس إدارة الأندية الترشح لعضوية اللجنة الأولينبية لا إذن الميساق الأولينبي لا ينص على أن اللجنة الأولينبية تكون مسيطرة وتحط ليحة لأندية اللجنة الأولينبية تبغى لميساقها بتختص بالألعاب والاتحادات الرياضية فقط وليس من اختصاصها الأندية الرياضية وليس من حق اللجنة الأولينبية أنا عاد أنا عاد وأحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولينبية وأنا بقول لحضرتك يطلب كلمة إنما اللي أنا عايز أقوله وأعتقد إن أنا على صواب فيه ليس من حق اللجنة الأولينبية التدخل في شؤون اتحاداتها إلا فيما يخص التنظيم والإدارة إنما وضع لوائح ليس من حقها وفي أعداد الأبطال الرياضية وفي أعداد الأبطال الرياضية تستطيع أن تدخل في أي اتحاد دولي لوضع لوائحه هذا لا يحدث اللجنة الأولينبية دعا المتفقين عليه وأله سيد لوائح محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولينبية السابgt دي النقطة الأولى النقطة الثانية اللجنة الأولينبية دعت العقد كتماعة لمناقشة اللايحة الاسترشادية صح giant emissions socially فيه اجتماع خاص الجامعية العمومية اللي إلا جامعية عمومية عادية اللي إلا جامعية عمومية غير عادية إذن الرد على إنها تتعمل في يومين إنها ده اجتماع خاص أعمله في وقت ما أنا عايز وبالطريقة اللي تتناسب مع حجم الأعضاء ومع عدد الفروع وعشان كده ده الرد بتاعنا في الموضوع أنه هو السيئي الحمد لله سليم برأي جميع الفقهاء والخبراء اللوايح وفقهاء القانون إحنا موقفنا قانوني سليم هذا اجتماعا خاصا لم يفوت فيه اللجنة الأولمبية لوضع نظامه إنما فوض مجالس الإدارات لوضع نظامه وإحنا وضعنا نظامنا لو في حد عنده سند قانوني بيقول لي ما تعملش كده مش هعمل كده ببساطة شديدة إنما أنا ما بيجيليش أي حاجة غير تفسيرات لغوية اللي جالي الجواب الوحيد اللي جالي من اللجنة الأولمبية بيقول لي أنه تفسير كلمة اجتماعا دي معناها اجتماعا واحدا في مكانا واحدا في زمن وكلام وعندنا ربط عليه إنما الحقيقة كلام ليس له أي سند قانوني النقطة الأخيرة اللي بتكلم فيها هي الناس العضاء اللي حاضرين دلوقتي اللقاء مع حضرتك لأ أنا بدعو الناس اللي ما حاضرهوش الناس اللي عادين إنه هم فعلا يثبتوا إنه هم بيحبوا النادي وإنه هم ييجوا يدلوا بصوتهم يوم خمسة وعشرين وستة وعشرين عشان نكسر حاجز اللي اتنعشر الف ونص عشان ما يباش حد يقدر يتكلم إن شاء الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أنا زملكو عضو النادي اسمي جاسر محمد رياط وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عايز أقول لحضراتكو إن الموقف بتاع النادي بتاعنا موقف سليم ما فيهوش أي غلط من حقك تحط الليحة بتاعتك زي ما انت عايز الليحة الاسترشادية اللي اللجنة الأولمبية حطاها اللي إحنا كلنا اشتركنا فيها دي الليحة غير ملزمة بقول لحضراتكو تاني غير ملزمة تقدر تغير تقدر تعدل تقدر تعمل اللي انت عايزه حط ليحتك الكلمة للجمعية العمومية مش لللجنة الأولمبية ولا لأي حد قول اللي انت عايزه بس أخذ الحق حرفة بمعنى دلوقتي يعني أنا بطالب حضراتكو بحاجتين الحاجة الأولانية كلنا لازم نروح وكلنا لازم نقول رأينا ويا ريت لو قدرنا نحضر كلنا يوم 25 يبقى الكلام ده خلاصة قفل ما فيهوش أي نقاش ولا أي حاجة لو ما قدرناش نتجمعنا في سنة يوم 25 مجرم أخاك لبطل هندطر إن احنا نكمل يوم 26 بعد إن شاء الله وأنا متأكد إن احنا هنقدر نوصل لل 12.5 ونص وال20.000 كمان لإن احنا النادي الأهلي النادي الأهلي نادي كبير ونادي عريق وحنقدر وإحنا بنبان في الأزمات بعد ما هيحصل هذا الكلام اللايحة حتيجي اللجنة الأولمبية ما هوش رأي فرد ولا اتنين ولا تلاتة ده مجلس إدارة ومجلس إدارة لا يفن لا يفن لا يفن ده مجلس إدارة ومجلس الإدارة حيقول رأيه وحنعط وحنتكلم كلنا وحنشوف وعلى فكرة يعني في أعضاء يعني محترمين جدا في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من النادي الأهلي وإن شاء الله كل حاجة هتبقى مصبوطة طيب افرد ما حصلش وافرد ما اعتمدتش مش ممكن اللي حضراتكم بتقولوه الكلام اللي حضراتكم بتقولوه طيب أكمل 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 حضراتكم افرد ما حصلش يعني مجلس الإدارة ما اعتمدش هذا الكلام يبقى أنت من حقك في القوانين وكنادي كعضو جمعية عمومية وقدمت والنادي هنا هو يقدر يرفع القضية لأكتر من اللجنة الأولمبية المصرية يقدر يطلع لغاية فوق لغاية اللجنة الأولمبية الدولية يقدر يطلع لغاية الكاس يقدر يوصل إلى أبعد من الهاتف أنا أسف على المعطح دي يا أستاذ السؤال هل تملك اللجنة الأولمبية المصرية إبطال جمعية عمومية دون سند خانوني ده السؤال اللي نريد اللي جابه عليها جاسر بيه أنا بجاوب بصفة بصفة شخصية أيها بصفة عضو في النادي أيها لا أعتقد هذا لا تملك شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم هو الحقيقة زي ما البشمهندس محمود تفضل وقال النادي الأهلي من 1907 طول عمر بيلتزم باللوايح والقوانين وقدوة للأندية كلها في شوية اعتبارات وبرضو أنا هرد على جزء يمكن تكرر الإجابة عليه أولا الميساق الأولمبي اللي بيحكم كل لجان الأولمبية في العالم مش عندنا بس لا يعطي الحق لللجنة الأولمبية المصرية أنها تحط أي لوائح مش من حقهم هو لا يعطي الحق لأي سلطة مكتوبة جدا في المساق الأولمبي لأي سلطة بما فيها سلطة اللجنة الأولمبية الملات اتنين الخطاب اللي جي من اللجنة الأولمبية للنادي بيقول النادي هو يتخذ الإجراءات الملئمة والمناسبة لعقد جماعياته العمومية وبالتالي احنا التزمنا بالخطاب اللي جي من اللجنة الأولمبية أن الظروف بتاعتنا مش ممكن النادي الأهلي اللي فيه 150 ألف هيبقى زي النادي فيه 20 ألف وبالتالي أنا لما بقول أن الإجراءات اللي بالنسبة لي أعملها في يومين وفي مقرين أعتقد أن دي مسألة تخصنا إحنا السؤال اللي فعلا عامل قلق للناس نفترض أن احنا عملنا ولا يوجد قوة في العالم تهدد النادي أبدا لا يوجد وأنا بقولها لا يوجد قوة تهدد النادي الأهلي أو توقف أو تبطل الجامعة العومية بتاعها لأنه هدد إلا بالقانون ونحن ملتزمين بالقانون نحن نلتزم باللوايح والقوانين وإحنا قدوة لكن ما فيش حد تبيهدد النادي الأهلي أبدا دي مسألة مهمة حاجة تالتة وهي أهم ويمكن أصرها سادة الزملاء أنا دايما بسمي النادي الأهلي أو أنا بطلق عليها شخصية النادي العظماء مش نادي العظماء بالبطولات والإنجازات بس ومجالس أدارة المحترمة لكن بجامعيات العمومية اللي كلهم فعلا ناس خدوا وعظماء أنا مش عايز زي ما تقال إن فيه اختبار للجامعية العمومية احنا مش لسه نختبر الجامعية العمومية دي معروفة هي مين لكن بطلب إن يقوله قدام هي دي النادي العظماء بجامعيتها العمومية اللي أنا أتوقع بإذن الله إن يوم 25 هتكتمل الجامعية العمومية إن شاء الله وهيكتمل النصاب إن شاء الله بتمنى مش عايز حد يقلقكم حتى لو هنلجأ بعد كده للمحكمة الرياضية الدولية ما تخافوش على الأهلي أبدا وإن شاء الله موافقة باشمانز أنت ومجلس اليدار أشكارك بس دي الله إن شاء الله بإذن الله أنا حسنا إذن الله أشكارك باشمانز بس أرد الأول على نقطة أثرتها لأستاذ الشامال لأنها نقطة فقاة الهمية فيها جماعة إن شاء الله طلعها بتتكلم في خصوص المادة العشرة والمادة الحداشرة في اللايحة إن مجلس اليدارة بيخطط لبيع النادي الأهلي وهو كلام مغلوط بنسبة 100% حقيقة القانون واللاحة الاسترشادية تركت للأندية حرية تكوين شركات مساهمة ولم تضع أي قد على ده النادي قال لأنه نادي محترم وبيحترم أعضاء الجماعة الهمية وضع شرط وقيد في اللايحة بتاعته وقال إن على أن يسترد أن تكون نسبة 60% من ملكية أي شركة للنادي يعني لا يستطيع أي مجلس إدارة أن يتخذ أي قرار دون الرجوع للجماعة الهمية لأن النادي يمتلك 60% من أسهم الشركات اللي النادي هيترحها فقضية إن أحد بيخوف الناس والكلام المغلوط والذي يردد إما عن جهل وإما عن سوء نية ده كلام مغلوط 100% النقطة الثانية برضو في المادة العشر والمادة الحداشر الناس بتقول ده بيعملوا حساب مستقل لإدارة الكورة هذه اشتراطات الفيفا هذه ليست بيدة عن مجلس الإدارة مجلس الإدارة لأنه بيحترم المواصيق الدولية والمطالع على لواحة الدولية فهو حط هذا البند اللي يحط حساب مستقلة أو شركة لإدارة الكورة القدرة دي نقطة خاصة بالله حوالي مش عايز أتكلم في مساء القوانية صدع بها دماء حضرتك إنما اللي عايز أقوله أنا 40 سنة عضو في النادي النادي اتربينا في النادي ده على شعارين مهمين جدا إن الأهل فوق الجميع وإن الأهل يقود ولا يقاض بشوف النهاردة ظاهرة لم أراها في حياتي في النادي الأهل هناك من يحاول أن يحول أزمة اللاحة إلى صراع انتخابي يا جماعة قد نختلف مع مجلس الإدارة وقد ننتقد أداءه وقد نرصد لي أخطاء لكن حينما نجد مجلس الإدارة يخود معركة دفاعا عن كرامة النادي الأهلي وهيبة النادي الأهلي يصبح فرض عين على كل واحد فينا أن يسانل هذا المجلس أنا قد أكون في الانتخابات ضد المهندس محمود طهر وقد أدعو لضده وقد أدعو منافس أمامه لكن في هذه اللحظة المهندس محمود طهر يحارب هو مجلسه معركة يدافع فيها عن استقلالية القرار في النادي الأهلي النادي الأهلي يقول ولا يوقات حضراتكم الرهان عليكم إحنا اللي فيدينا نرد على كل الناس إحنا لو جينا يوم ستة وعشرين يوم خمسة وعشرين إن شاء الله وقدرنا يريد نكمل يوم خمسة وعشرين إذا نجحنا في إكمال الجامعية العمومية لن يستطيع أحد كائنا من كان أن يكسر إرادة أعضاء النادي الأهلي الجامعية العمومية للنادي الأهلي طول عمرها عندها قدر من الوعي والنطق وقادرة على اتفاع ظلت طوال عمرها الحارس الأمين على مبادئ النادي الأهلي خلينا يا جماعة نقود الفتنة لانتخابات وقت الانتخابات لما نيجي ساعتها إن شاء الله لك أن تختار من تشاء ولك أن تدعو إلى من تشاء لكن النهاردة كلنا على قلب رجل واحد بنحارب مغاركة تخص ترامد النادي الأهلي أشكر حضراتكم على حص الاستماع شكرا 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 أستاذنا أفاضل محبوط بي طهر أهلا أنا لأول مرة بحضر وأتحدث إنهم الجمعية العمومية أنا رجل قانون أولا أهلا 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 حب أرد أولا على الأنسة أو المدان معرفش اللي تكلمت في المادة عشر أشكرا أخضي على الحتة جيدة أول سطر في هذا البند يجوز للنادي موافقة الجهات الإدارية المختصة وتكمل وتعرف معنى هذه المادة لحزافرها ما دلدت من بعض الصحفيين الذين يتحدثون عن النادي الأهلي وهم يعلمون عنهم شيء أو أعضاؤه المغطية طبعا ده يعني هما واضح أن هما مش بي بكرهوا النادي الأهلي كره عامي غبي ومهما قلت لن أوصفهم إلا بالغباء لأنه ما يعلموش أن النادي الأهلي هو أول نادي في الشرق الأوسط وليس في مصر بس هو أساس الرياضة في القارة الأفريقية أنا أهمني حاجة واحدة بس في النادي الأهلي الكيان وليس الإسم يهمني اللي بيحدث في هذا الكيان واللي بيهتمي بهذا الكيان واللي بيحب هذا الكيان واللي بيبزل كل مجهود في هذا الكيان أنا جيت النهاردة مش عشان حاجة تانية جيت عشان حاجة واحدة بس أقول جميع الجمعية العمومية الحاضر والغائب أرجوكوا اهتموا بهذا الكيان ولما تيجوا الجمعية العمومية إن شاء الله في معادها هتكون أنت القوة اللي هتتحضوا بيها اللدد من الخصوم حاجة تانية عاوزة أستفسر فيها يرد علينا بقى أستاذنا الإعلامي الكبير بالنسبة للناس اللي هم في المصائف في هذا الوقت هل لهم الحق أن يعملوا توكيلات للحاضرين بالحضور لا يا فن القانون يمنع القانون لا القانون يمنع فن على العموم يعني أنا أتمنى أن جميع أعضاء الجمعية العمومية يحضروا في هذا اليوم المئة وخمسين آل يحضروا مش عشرين ولا تلاتين ولا أربعين لا وإن شاء الله بإذن الله وأنا واثق تمام الثقة حب جميع الأهلوية لبيتهم الكبير وسلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا هو من الواضح أن النهاردة الإعلاميين عملين النقدي فيهم معلش يا دكتور فأنا هتكلم بالنسبة للإعلام أنا كبير مزعين التلفزيون المصري برامج رياضية وبالنسبة للإعلاميين هو مش خافي على الناس اللي قاعدة كلها إن الأمور دايماً فيها زينب يعني إيه يعني بعض البعض من الإعلاميين بيبقى نصب عيني أنا هستفيد إيه أنا هخسر إيه عشان بس إحنا بنقولها عشان دا حقيقة لكن الغالبية ناس محترمة لكن إحنا بتولينا في الرياضة وجلنا كمان اليومين اللي فاتت أنا أقسم بالله إن بعض من يتحدث عن النادي الأهلي وعن الرياضة أصلاً ما يعرفش النادي الأهلي دا فين ولا بيعمل إيه بس هم قالوا قول الكلمتين ده فعشان كده إحنا بس أستاذ خالد دا ما يزعلش إنما لما أولاد النادي الأهلي يقولوا كلام دا هو دا اللي بزعل هنقعد بقى نزايد على نفسنا ونقعد نخش في صفستائيات ونقعد نخش في تفاصيل دا مش هيجيب لازم روحتوا النادي بتاعكم بقى بتاعكم اروح ما جيتوش واللاحة الاسترشادية انتوا سلمتوا النادي الأهلي لللجنة الأولمبية ومن وراء اللجنة الأولمبية شكراً السلام عليكم عليكم السلام المادة تلاتة الفترة بيه عندي بس فيها ملاحظة واحدة في الليحة إن احنا بنسجل الاسم والشعار والحقوق الملكية الفكرية في المنظمات الرياضية ياريت نخليها في المنظمات الرياضية والكوميرشال بورد في باريس عشان نقدر بعد كده يا باش مهندس نستفيد باللوجو بتاع النادي الأهلي في تدوير العلامة في إعطاء الفرانشايز لمنتجات نقدر تدعم الدخل وعائد اقتصادي عالي للنادي مهو كلام ده مكتوب مكتوب فين حضرتك المادة 11 المادة 11 شركات مخصصة 11 مهو كلام عن مادة 3 مهو كلام ده بقى مكتوب فين بتاع ان احنا نسجله احنا جببين وفقاً لأحكام القانون الوطني والدولي للمنظمات الرياضية بهذا الخصوص تمامي يعني الوطني والدولي انا بتكلم ان احنا تسجيل العلامة مش الملكية الفكرية وبس ولكن تسجيل العلامة في العلامة التجارية العلامات التجارية خلاف الملكية الفكرية دي حتدينا حق ان احنا ندي فرانشايز لاستخدام العلامة دي لبعض الشركات والهيئات بعائد مادة ضخمة جداً ترفع من عوائد النادي دي 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 نقطة المادة 11 والمادة 10 حضرتك اللي هما عشان الشركات اللي النادي بقى نشريك فيهم ب60% حضرتك الشركات دي مخصصة للمجال الرياضي عايزين لو سمحت نفتح المجال لأكثر من نوع بحيث يتنوع النشاط الاقتصادي للنادي بما يضر دخل عالي على النادي احنا بنطمع اصلا فيه حاجات كتير قوي في القانون مكبلة ومقيدة انا قاسف بطلعتش عليه فانا بعتذر ان انا مطلعتش القانون وبعتذر للجميع ايه واحدة بس انا عايز اوضح نقطة فيه مواد في القانون بتكبل مجالس ادارات الاندية ودي بنطمع انه في الدورة التشريعية القادمة فيه اعضاء كتير من مجلس الشعب واعضاء كتير من المهتمين بالرياضة في مصر من اعضاء مجلس الشعب ومنهم وكيل لجنة الشعب والرياضة هيقدم مخترحات بتعديل في هذا القانون تشيل العوار اللي في القانون القانون فيه مواد متضربة تماما انا قاسف مطلعتش عريفة انا بعتذر لك واتذر لك مع عشان كده انا مش عايز اخش في تفصيلات القانون انما للأسف الليحة وضعت برضه بناء على قانون فيه حاجات فيها عوار احنا حطين الليحة زي ما قلت مارنة جدا بحس اي مجلس ادارة قادم يقدر بجمعية عمية قوامها 4000 واحد يغيروا كل بنود الليحة دي ويطيحوا فيها لان هناك في حاجات الحقيقة غير منطقية تماما انه يبقى مجلس ادارة النادي الاهلي بيشكل شركة يعني افترض شركة كورة شركة اي حاجة ويبقى لا يمثل فيها مجلس الادارة لا يمثل في مجلس ادارة هذه الشركة يعني انا اعمل شركة اروح مديها الناس تديرها وليس ليه كنادي اهلي حق التدخل فيها كل هذا الكلام طبعا مش منطقي وده اللي بنحاول نعدله عشان كده حاولنا نعدله في اللايحة انما سيبنا المجال مفتوح بحيث يمكن تعديله بطريقة بسيطة وسهلة وامرنة في مجال استقادمة ان شاء الله شكرا انا اسم شكرا تعليق صغير من الاستاذ عماد وحيد عضو مجلس ادارة النادي الاهلي كان اسير ان النادي الاهلي كان بيشوف انه نادي هدر ينتقل بمؤسسة رياضية في ظروف صعبة ودقيقة للبلد انه يحقق حكام الميزانية ودائما بنقول ان ده استحقاق لما جينا طلبنا ان احنا نعرف توضيح احنا لم ندعى لمنقشة قانون الرياضة واعتقد ان الاهلي بصرف النظر ان مجلس ادارته او اعضاؤه قدروا يوصلوا بيه الى هذا القدر او الكم اللي يحافظ على عراكته تاريخ نادي مية وعشرة سنة كان الاولى ان هو يستشار فهما جم قالوا في الرئيس لجنة الشباب والهيادة وبعض المعنين انا مش عاوز او زيد الجراح على الناس اللي انا بشفق عليهم وانا بنتكلمهم ان بعتوا النادي الاهلي اكتر من دعوة وطلبنهم بان هما زي ما عرضوا بعض المستندات ان احنا ما نعرفش عنها حاجة ان هما يبعتوا لنا صور من هذه المطالبات حتى هذه اللحظة لم نرى ما يفيد دعوة مجلس ادارة النادي الاهلي او حتى رموز النادي الاهلي الضالعة بالقوانين واللوايح من فترة طويلة فانا حابت اوضح ده لان كان فيه لغط وكان فيه ناس كتير قوي بتقول لماذا لم يشترك النادي الاهلي او يناقش فيه وضع قانوني بسم الله حضرتك دكتورة صحر فاروق يوسف اهلا يا فهلا بنت الاستاذ فاروق يوسف مؤسس مجلة الاهلي يا جماعة انا عايز اقولكو على حاجة عايز اقولكو على حاجة بجد انا اتولدت في النادي ده وابوي عضو من الف تسعمية سبعة واربعين اتربيت من وانا طفلة وشفته قدام عيني وسمعت بوداني وطربيت انا تربيت في النادي اكتر ما تربيت في البيت انا تجوزت في النادي واولادي ابطال النادي وامي بطل النادي سنة ستين ووالدي بطل النادي سنة خمسين ومؤسس مجلة الاهلي مع جلال الحمامسي وعبده فهمي اصرار الاهلي كلها يا جماعة كانت في بيتنا عايز اقول لحضراتكم طب ما طلعيش الاسرار بقى مش هقول العصرار مش هقول العصرار بس عايز اقول حاجة يا جماعة انا بقولكو انا مفيش مصلحة بيني وبين الراجل ده الراجل ده نظيف ربنا خليكي اشكرك اشكرك يا دكورة صاح متشاكري جدا متشاكري على الشروط بسم الله الرحمن الرحيم اشكرك مش مهندس على كل اللي عملته في النهاية دي الفترة اللي فاتت الحمد لله لا لا عفو بي ده كل مكان المجال ان احنا مش نتكلم دلوقتي عن المجالس والاختيارات ولكن انا عن نفسي صوت الحضار ربنا خليك اشكرك كل بس اللي بطلوبه من سيادتك ان فيه اعتداءات بتتم من اخرين على كيان النادي الاه فارجو ان سيادتك تفكر ازاي ان احنا نرد على الكلام ده سواء في الاعلام او سواء من اسقن ده اخرين والله انا اقول سيادتك حاجة احنا ما بنردش على الكلام ده ليس عن ضعف احنا ما بنردش على الكلام ده لانه النادي الاهلي اكبر بكتير قوي انه ينزل الى مستوى الرد على شائعات والرد على اكاذيب والرد على حاجات من ده احنا بنتعامل مع الناس بقدر النادي الاهلي وليس بقدرهم هم ولن نحيد عن هذا الاتجاه احنا لن نحيد عن ذلك ولكن في لجمة قانونية ممكن تقدر تحق النادي وتنشر الكلام ده ولما يكون فيه تحققات في النعبة العامة او فيه احكام اصدرت ضد الناس دي لازم لازم نجد الوسيلة اللي تردع هؤلاء تحت مبادئ شعار النادي الاهلي ده هناك لجان خانونية وهناك كل الكلام اللي حضارك بتطالب بيه انما الحاجة الوحيدة اللي بتكفل الدفاع عن النادي الاهلي وكيانه ورقيه هي الجماعية العومية هي حضاره بس بمواقفكم في جماعية عومية بمواقفكم في اي مواقف الحاجة التانية بالنسبة للمادة 62 من اللايحة هي في الحقيقة نشكو مجلس الإدارة على مادة عظيمة اللي هي انشاء لجنة للتظلمات ولكن المادة 63 للأسف فرعت المادة دي من مضمونة لما نيجي في نهاية الفقرة 63 ويعد فواد هذه المدة دون البد فيه رفضا للتظلم يعني فندم انا الوقتي اتظلمت ورحت لجنة التظلمات لجنة التظلمات بموجب النص 63 هي ملزمة ان اترفع لمجلس الإدارة خلال 30 يوم تماما المجلس مخدش قرار او اللجنة مخدش قرار ضعت تظلم ازاي حق العضو هنا فين المتظلم شكرا يا فندم عندك حق سيادتك وده ودي من المواد برضو اللازم يعاد النظر فيها السلام عليكم وفي نفس الوقت بقول اللجنة الولمبية النادي الاهلي هو الشمعة المضيئة الوحيدة في مصر فلماذا الاسرار على اطفاقها فلن تستطيعين اطفاء النادي الاهلي ابدا وجمعية النادي الاهلي بتقول للجنة الولمبية كف يدك عنا فنحن أضرى بمصلحتنا شكرا يا فندم ربنا أخليك وبننشر الجامعية الهومية استكمال المسيرة السلام الخير محمود بيه السلام الخير عندي نقطتين بسرعة أقولهم أول نقطة حضرتك انت لمحت ان انت هتبعد الكندي اهلي للقضاء عشان يشرف على الجامعية الهومية ومع ذلك احنا سمعنا عشان بي حطب وسمعنا الشيشتاوي في المدير التنفيذي اللجنة الولمبية وسمعنا محمد بيسوي لمدير الشباب والرياضة انه هيبعثوا جوابات مفيش اي حد من كموظفين او قضاء هيشرف على الجامعية الهومية والله لو عندهم هذه السلطة على قضاء احنا رسلنا قضاء وهيئة النيابة الادارية تحديدا وهيئة النيابة الادارية ردت علينا باسماء السادة قضاء المشرفين على التصويت يوم 25 و 26 اذا قدروا هما يمرسوا سلطات لان اعلامها احنا انه هما يغيروا قرار هيئة النيابة الادارية اللي اشك جدا انه هيئة عظيمة زي هيئة خضائية عظيمة زي هيئة النيابة الادارية تردخ لضهود من اي نوع ده يبقى موضوع تاني انما انا عندي اسماء السادة القضاء المحترمين اللي سيشرفون على التصويت في مدينة نصر وفي الجزيرة تمام في نقطة تانية حضرتك بعيدة عن اللايحة خالص اللي كتب النهاردة حضرتك ذكرت في كلامك ان في مؤامرات من تاني يوم انتخاب حضرتك فالنهاردة كتب فيه جريتتين مصريتين ان تحويل مجلس ادارة النادي الاهلي للنيابة فهل فيه حاجة جات للنادي الاهلي رسمي بكده واذا ما جانش حاجة فيه جات للنادي فين حق النادي الاهلي بالنسبة للجريتتين دول شكرا هو موضوع تحويل النادي الاهلي للنيابة او مجلس ادارة النادي الاهلي للنيابة ده موضوع غير سليم واعتقد ان هو كان برضو جزء من المناوشات مش عايز اقول المؤامرات المناوشات الاعلامية اللي بتحصل لنا اللي بتحصل لنا على مدار الاربع سنين اللي فاتوا ما يحدث انه بيجي الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع حسابات النادي احنا مجلس نحنا اللي هو من 2014 وحتى النهاردة بيحاسب على حاجات من 2004 و2005 و2006 حتى 2014 وفيه جزء صغير من 2014 و2015 بيبقى فيه مخالفات او اسمها ملاحظات من الجهاز المركزي المحاسبات يجب على الادارة المالية تلافيها فالادارة المالية بترد بتقول ايه اسبابها في ان فيه هذه الملاحظات وعالجتها ازاي او بتعالجها ازاي او ايه الجراءات اللي اتخذت فيها 99% من الملاحظات اللي جاية يعني احنا الامور تحولت للنيابة عن طريق الجهة الادارية لانه كما يقال احنا تأخرنا في الرد احنا تأخرنا في الرد رغم ان احنا ردين على هذا الكلام من زمان من يوم ما جينا واحنا بنرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات انما الجهة الادارية بتبرق مسؤوليتها وبتقول انا بحولها للنيابة تحولها للنيابة لا يعني حالة لا مجلس ولا نادي ولا مخلوق للنيابة هي بتحيل الموضوع عن النيابة والرخابة الادارية جا تحققت والنيابة يعني النيابة لسه ما حققتش انما الجهاز المركزي جي حقق وردين على الجهاز المركزي ونحن ندافع عن ملاحظات للجهاز المركزي منذ 2005 وحتى التاريخ النهاردة يخصنا احنا فيها مخالفات كلها مردود عليها انما فيما يخص المخالفات اللي قابل هذا المجلس سنطلب سؤال من يعنيه الامر انما هذا امر لا يعنينا والكلام ده كله طبعا معمول بطريقة اخراج مصرحي لإصارة بلبلة مرة اخرى فيه توقيت زي ما بيحصل كل مرة نكسب كاس مصر يحصل حاجة زي كده يطلع منشت في الجورنال زي كده نكسب الدوري يطلع منشت كده نكسب بطولات افريقيا يطلع فيه مشكلة في الحتة الفرنية فكل الكلام ده احنا اتعودنا عليه واعتقد ان اعضاء مجلس ادارة المقاتلين اللي معنا اتعودوا عليه قد نفقد عصبنا في لحظة من اللحظات إنما بنحاول نحتوي نفسنا علشان نبقى على قدر مسؤولية النادي الاهلي وليس على قدر مسؤولية من يزايد على النادي الاهلي شكرا يا محمود بي انا اسمه مصطفى كشك واعتقد انك عارف مني انا كنت مرشح امام الخطيف في الدورة اللي قابل اللي فاتت ووزعت عليك وانت قاعد في الجنينة منشور بالخطة اللي انا كنت عاوزها وانا لم ادخل الانتخابات طبعا في الفوز انما ترتيب البيت من الداخل هذا النادي العظيم جميعنا نهيموا به حب ولا تدارك الهفوات التي بتحدث فيها بس زي ايه انا على فكرة كان ليه بنات لعب باسكت ومش مشكلة شخصية واحد الكبيرة منهم لا ما هي مشكلة عامة دخلت المنتخب مدرب المنتخب قاعد يدور عليها وقال هي ديت فينك مستخبية وخدها المنتخب ومدرب الباسكت في الاهلي بنات وانا داعلي ذكر اسمها طبعا مرضيش يخدها في الفلسطين والمفارقة انها بتلعب في المنتخب القومي التانية التانية نرتب البيت من الداخل يا محمود بيه وتضع اساس الديمقراطي في هذا النادي العظيم واذا صلحت الديمقراطية في النادي الاهلي ستنصالح في الزمالي وفي الترسانة وفي الاولمبي انت محطة امالين حاضر وده اللي بنحاول انتم اللي هتضعوا الاساس الديمقراطي جماعة العمية هالي هتضعوا السلام عليكم السلام عليكم انا اولا بشكر حضرتك على المجهود اللي انت عامله جامد جدا في النادي وانحنا فخرين بوجود حضرتك معنا بس انا هطلع شوية برا الموضوع خالص وبررا الليحة خلينا في الموضوع احسن بس احنا لنا شوية طلبات معينة يعني احنا عايزين صيدلية في النادي عشان تخدم الاعضاء لو لأي حاجة حصلت معلش هرد عليك بسرعة في هذا الموضوع بقالنا ثلاث سنين بيرحارب على السيدلية مش قادرين نجيب تصريح من وزارة الصحة وخصصنا مكان للسيدلية مش عارفين نجيب تصريح من وزارة الصحة ومازلنا نحاول فيه وبعملين منقدم طلبات وبالنسبة للعايزين برضو تحليل الكبار سائدات السينة عايزين البسينة يبقى يوم مخصوص للسيدات من الصبح الاخر النهار يعني يتخصص لنا وقت شوية في البسينة يعني ده طلبة وهم ما محدش بيقدر يقفوا ده بالستات اليومين دول خالص يعني يبحث الامر وان شاء الله انا هذا نحمله شكرا شكرا لحظة هل لدى اي احد سؤال اخر تعمدنا عدم بوضوع وضع بند الثمن سنوات في اللائحة تعمدنا تجنب هذا البند حتى لا نتهم باخصاء اي حد وحتى لا يقال مجلس الادارة بيضع لائحة لأي غرض لكننا كمجلس ادارة بنناشد مجلس الادارة القادم والجمعية العمومية القادمة وضع بند الثمن سنوات لانه وضع مهم جدا في تخريج جوادر للنادي الاهلي والمستعبة للنادي الاهلي مهندس محمود طاهر انا مش باشكر حضرتك اللي ده وجبة اتجاه هذا الكيان اللي انت حضرتك عضو فيه ولكن احب اوضح للسادة الموجودين المهندس محمود طاهر اعطى وصفة لفن قيادة النادي الاهلي بدون مطامع شخصية ما هواش طالب شهرة ما هواش طالب مال وده المفروض يكون متحقق مع اي حد يتفضل يمسك رياسة المجلس احنا علينا حرب فعلا جمدة جدا والحرب ده هي تلازم نقف ضدها ان احنا نقف وراء رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي اللي احنا اخترناه ونورح الصال الجمعية العومية كلنا يوم 25 ايا كان المكان مش عايزين نشترط ان يكون في مدينة ناصر ولا في شيخ زايد ولا في الجزيرة في اي مكان يتحدد لنا مكان الجمعية العومية ان احنا نحضره يوم 25 ونحق النصاب القانوني في هذا اليوم عشان نبطل حجاج اي حد تاني الموادس محمود طاهر بعض الناس فعلا بتتكلم في حاجات يمكن قد تكون حضرتك مش وصلالك زي الاستاذ ما كان بيتكلم في بعض اولاد النادي اللي هم بيتعلموا في النادي في مدارس النادي وبيدفعوا اشتراكات وحاجات زي كده هوت في المدارس ونفجأ في الاخر بيجي المدرب يقولك قصدي ده غير موهوب وغير مؤهل تمام ونبص اللي هم شاريين ناس من بره في حين ان انت النهاردة المدرسة مواحة عندك بتدخل فيها بال40 وبال50 وال60 في الفصل الواحد هل معقولة ابناء النادي الاهلي مفهمش واحد او اتنين تلاتة يكونوا يعني زات مواصفات المدرب ده عايزها مفجأ نلاقي ناس كتير قوي بتشتري لعيبة من بره وبقت متاحة في جميع الانشطة الرياضية اللي موجودة في النادي احنا بنحاول نحمي ولاد النادي الصغيرين ومن يوم ما جينا كان هادي ده سياسة المجلس في العضويات الرياضية او بنحمي جيل النشط لحد 12 سنة لحد 12 سنة ان احنا ما نجيبش اعضاء رياضيين في الفرق الا لو كان حد فز النادي الاهلي هستفيد منه انما معلش انا عارف قد يحدث تجاوزات وقد يحدث اخطاء وده بتحصل على المستوى انما مجلس دارة النادي الاهلي او النادي الاهلي عموما عندما يحضر مديرا فنيا وبناخد وقت كبير عشان نجيب مدير فني ونختار مدير فني من بين ولاد النادي الاهلي كتار اوي اللي بيعملوا في مجال التدريب ومجال المديرين الفنيين بناخد وقت كبير اوي والنشاط الرياضي بياخد وقت كبير اوي عشان نختار واحد لما بنجيب واحد لابد ان نعطيه السقل كاملة ما نقدرش نجيب واحد ونتدخل في عمله وإلا تبوض المنظومة من اولها الاخيرة ما هي دي حضرتك هم بيتكلموا فيها باستمرار يقولك قصدي وجهة نظر فنية احنا بيصعب علينا جدا ان احنا نبص نلاقيه لعيب شارينه من برا ويقولك انا كنت في ناشئين الاهلي طب وكان فين بنتحاسب بنهاية كل موسم وكل موسم لما بيحصل فيه اخطاء لو حدث فيه اخطاء وهذا وارد تماما ما عندناش مشكلة فيه انه يحصل اخطاء كلنا معرضين الخطأ بنحاول نخور منه في الموسم اللي بعديه انما يجب اعطاء الصخة الكاملة للمديرين الفنيين مع الاشراف عليهم من بعيد عندنا مدير ادارة النشاط الرياضي بيبقى عينه على الكلام ده كله اذا لقى انه فيه اي تجاوز او اي خضاء او اي لعيب مظلوم او اي لعيب مش واخد حقه بيبلغ بيه وبياخد خراره فيه احنا بنحاول نحمي الناشئين بتوعنا عشان نطلع جيل كويس وبعد كده موضوع الاحتراف النهاردة ما تقدرش لازم تجيب لعيبة من برا عشان ما بيطلع لكش العدد الكافي اللي يؤهلك كنادي اهلي انك تفضل تاخد كل الطولة بتشارك فيها ومطالب بهذه البطولة فاحنا بنحاول نطور كل الكلام ده وبنحاسب المديري الفنيين كل نهاية سنة وهيفضل حاسب نظام هو اللي ماشي ان شاء الله السلام عليكم الحاجة اللي لفتت نظري الحكاية اللغوية اللي حضرتك اتكلمت عليها ويردت عريضها علي لانه ده تخصصي وانا استغربت ايه معنى اجتماعا يبقى اجتماعا واحدا ده دي حاجة الحاجة التانية ان انا بضم صوتي للدكتورة سحر وطبعا حضرتك لا بتعرفني ولا انا بعرف حضرتك هي يمكن عارفاك لكن انا حزاك وحز كل حاجة عملتها في النادي وبشكرك بشكرك بالنيابة عن كل حبيبنا احنا اللي بنشكركم على الصخص دي حاجة والحاجة التالتة بقولك يا جبل ما يهزك ريح دي حاجة وبقولك كمان ان ينصركم الله فلا غالب لكم وكن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعا ترمى بحجر فترمي اطيب الثمر ربنا يوفاك ربنا يوفاك السلام عليكم ابيش مهندس عليكم السلام عليكم انا بشكر حرضك يعني على الحاصل في النادي يعني الموجود من عندي خمس سنين المبنى ده لس بشوفه خرصانات يعني انا مش مستدق اللي حاصل في الاربع سنين وحتى كل اللي بيتقال بين الاعضاء هي كلمة واحدة الحاجات دي كانت فيه او احنا اللي حاصل بقالنا تلاتين اربعين سنة كانت فيه الكلام دي مشكلتك ده اللي حاصل معاك فانت عمدتها كتير كتير قوي في اربع سنين فانت غلطان يعني انا بالمشكلتك يعني فعلا اصارت الناس ضدك بحقيقة قد تخليها مثلا على مجلسين على ثلاثة وماش حد ايكلم شكرا لفانت عايزة اوجه بس حضراتكم انه فيه يوم اه خمسة وعشرين الجماعية الخاصة في موجودة في مدينة نصر فيه اوتوبيسات لمن يشاء من الاعضاء هنا الانتقال لمدينة نصر للتصويت هتبدأ من التاسعة صباحا كل نصف ساعة اوتوبيس هيروح ياخد الاعضاء لمدينة نصر كل نصف ساعة اوتوبيس عشان اللي عايز يروح الحاجة التانية اللي عايز اقولها في الختام في مقولة التقالية ان النادي الالي هو اول نادي في مصر هو ممكن تكون المعلومة دي معياش دقيقة لانه اول نادي في مصر هو نادي الجزيرة 1883 اول نادي لايب كورة هو النادي الاولمبي 1905 اول نادي امتلك ملعب كورة السكة الحديد 1803 لكن النادي الاعلي له ميزة يمكن الناس كتير اوي ما يعرفوهاش النادي الاعلي هو اول نادي في مصر يمتلك جمعية عمومية اول نادي في مصر تؤسسه جمعية عمومية وعلشان كده اول اجتماع لمجلس ادارة النادي الاعلي قال تصديق الجمعية العمومية على محضر هذا الاجتماع تخيلوا ده بيحصل في 1908 تصديق الجمعية العمومية على محضر مجلس الادارة ومن اجل هذا زل النادي الاعلي 110 سنة اقوى من اي احد اقوى من اي سلطة اقوى من اي الظلم وسيبقى النادي الاعلي وكل الشكر لاعضاء النادي الاعلي والكلمة الختام بالمهندس محمود طهر انا قلت انا اسأل سؤال وحب اخد رأيكو فيه هل ترون ان اللي بنعمله ده الاجتماع على يومين وفي مقرين حقنا ولا مش حقنا لانه انا يهمنا برضو ان احنا نبقى عندنا استطلاع رأي من الجمعية العمومية او على الاقل المجموعة المحتاشة ده انا النهاردة اللي مهتمة الى هذه الدرجة وجاية وفي الظروف اللي احنا فيها وبتقول رأيها ومهتمة بهذا الكلام يهمين يعرف رأيهم ان احنا ما بنعملش حاجة ضد رغبتهم لانه ممكن يتقال في لحظة من اللحظات برضو نلاقي منشت بكرة انه مجلس الادارة بيعمل ضد رغبة جمعي العمومية السلام عليكم احب اه بداية اوجه الشكر للجمعية العمومية للنادي الاهي جميعها وبعد الجمعية العمومية اقدم الشكر لمجلس الادارة بس احب اقول حاجة للجمعيه العمومية كعضو انا من الجمعيه العمومية ومجلس الادارة برضو هتنحى دلوقتي وأقول إن مجلس الإدارة هو عضو جمعية عمومية مش عضو مجلس إدارة يا جماعة إحنا داخلين على منعطف خطير جدا 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 إن ما اكتملتش جمعيتنا دي أو لقاءنا ده يوم 25 و26 النادي الأهلي كأننا بنضيعه بنضيع القرس بتاعنا كاملا سيبنا إحنا هنمشي بالدفع الذاتي شوية وحنخلص لكن ولادنا حيسألونا عملتوا إيه للنادي الأهلي عملت إيه يا أبويا وإنت في الجماعية العمومية ها أنقذتني إزاي مش ولادي بس ولادكوا وأحفادكوا حيسألوكوا على قرس النادي الأهلي عشان كده أنا بقول مش معنى إن حضرتك حاضري النهاردة إن حضرتك حتيجي تدي صوتك لأن ده شيء مفروغ منه حضرتك ليك دور إن المجلس مش هيقعد يعمل كل حاجة إذا ما كانش كل واحد فينا يقدر يجيب أربعين خمسين صوت معاه حتيبقى كارثة شكراً ممكن نرد بس على السؤال بتاع أتفاضل يبقى التعليق أخير تعليق أخير أنا أولاً هذه الليلة من أسعد أيام حياتي إن يبقى في مؤسسة في مصر بهذا القدر من الديمقراطية وبهذا القدر من طرح مشروع يخص هذه المؤسسة لهذا الحوار المجتمع الهايل هذا شيء يجعلني أفخر إن أنا أهلاوي وأفخر إن أنا عضو في الجامعة العمال نادي الآهل حقيقي حاجة تانية قبل ما أقول رأيي في اللحظاتك طرحته تاني للمرة التانية يا بشموندس أنا حلاص عرفت الأراء لا لا هعتب على حضرتك لا يجب أن نكرر مرة أخرى عضو نادي مدينة نصر أو عضو نادي الجزيرة ما فيش حد بيكرر محدش بيقول الكلام ده لا يا فانتم إحنا عضا جمعية عمال نادي الآهل صرف النصر محدش قال لعضو جمعية نصر ولا جزيرة علاية حالة الحاجة التانية الأخيرة جمعية العمال نادي الآهلي اللي إحنا دايما بنفخر بها ترقب كل من يرى في نفسه رمز من رموز النادي الآهلي هذه معركة النادي الآهلي ولا ست معركة شخص ولا معركة مجلس إدار حنشوف الناس دول حينضموا للجمعية العمومية للنادي الآهلي علشان يدافع عن كيان دي الآهلي نحن لنقلل من شأن أحد ولا أصلا كتوجهة نظر حتى لو اختلفوا مع اللي حميش دي القضية كل من يدعي وأحنا وأنا لاستضد أن يكون كلهم رموز للنادي الآهلي هم حيبقوا موجودين معانا في الجمعية العمومية وعلى الجمعية العمومية أن تراقب هذا كلنا حنبقى ورى النادي الآهلي سواء اتفقنا مع الليحة أو اختلفنا عليها قلنا آه أو قلنا لأ لكن حنتواجد في الجمعية العمومية ولا لا وأنا رسالة لهم كلهم الجمعية العمومية تراقب في هذا الوقت الصعب اللي بتستنفر فيه كل قوى النادي الآهلي وعلينا أن نحن في لحظة التحدي زي ما بنجيب الكاس في الديئة مية واحد وعشرين أن نحن نحقق المية المتعسف اللي 12 ألف ونص يوم خمسة وعشرين فعلينا كلنا أن نحن نرائب سواء المتفق أو المخالف حينضم لخندق النادي الآهلي دفاعا عن كائد النادي الآهلي ولا هي حرب إعلامية فقط شكرا جزيلا نفر شكرا أشكركم جميعا وأرجو أن نلتقي على خير بإذن الله يوم خمسة وعشرين وشكرا اشتركوا في القناة شكرا أشتركوا في القناة